موسيقى ايوها سيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله و اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا و اراء والذي يأتيكم من قناة الحوار في لندن نحاول في هذه الحلقة نتناول بالنقاش المفصل والتحليل العميق جهود تقريب المذاهب الاسلامية في الميزان و ارحب بضيوفي لهذا اليوم الدكتور محمد مهدي التسخيري مستشار العميل العام للمجمع العالمي لتقريب بين المذاهب والاستاذ عادل صلاحي الصحفي في عرب نيوز مرحبا بكم سيدي بالبداية مرحبا بك دكتور تسخيري في لندن لو تحدثت لي عن اهمية جهود التقريب بين المذاهب واين وصلت يعني بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم و لضيفكم الكريم أستاذ عادل صلاحي و كافة المشاهدين الكرام بارك الله في الواقع عندما واجه العالم الإسلامي تحديات مختلفة وتحديات أوقفت المسيرة الإصلاحية مجتمعنا الإسلامي لاحظ الأصلاحيون الكبار العلماء بأن أهم مسألة أهم تحدي يواجه العالم الإسلامي هو التفرق و تشتت الأمة و ابتعادها عن قيامها و مبادئها بحيث وصلت إلى ما وصلت إليه الدول الإسلامي و مع الأسف الشديد هناك عوامل عديدة وصلتنا إلى هذا التشتت فقاموا بإيجاد آليات متعددة و متنوعة من أجل إيجاد اللحمة و الألفة و لم الشمل الإسلامي بين أبناء المذهب الإسلامية يعني في بدايات الحركة كان عندما يتحرك تتحرك شخصية إسلامية فذة من أي مذهب كانت كانت تتهم بأنها تتبع المذهب الآخر يعني الشيعي الذي يقول أنه سني والسني يقول أنه شيعي هكذا لكن اليوم عندما نلاحظ بعد هذه الجهود الجبارة التي حصلت من تأسيس دار التقريب إلى يومنا هذا تأسيس المجمع التقريب و المؤسسات الأخرى في كافة البلاد الإسلامية دار التقريب تقصد في مصر و بعدين حلت و الآن أعتقد أنها عيدت من جديد قبل سنتين أيضا دار التقريب هذه الجهود وصلنا إلى مرحلة بحيث أخذ النخب الفكرية وأخذ الشارع يتفهم هذه المساهل و يسعى لكي يطبق هذه الأمور التقريبية أو أخذت الثقافة التقريب تتحول في أوساط المشتر طيب ثقافة التقريب أستاذ عدل صلاحي هل بالفعل بين العامة بدأ يعني ينظر إليها بهذا المنظر المشرق الذي يتكلم عنه دكتور تسخيري أنا الحقيقة أحب أن أبدأ بشيء مختلف إذا سمحت لي فضل عندما نتحدث عن التقريب بين المذاهب الإسلامية أظن هذا أمر بعيد المنال لأنه المذاهب صعب هي اعتقادات وآراء وأفكار وأحكام فقهية وأحكام شرعية فهذه لا يقارب بينها ولا حرج في عدم التقارب بينها كذلك أساسا لا تحتاج إلى تقريب أنها من جدع واحد لا 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 التقارب يجب أن يكون بين أتباع المذاهب الإسلامية أو بين أتباع الطوائف المختلفة يعني عندما كذلك لابد من تحديد ما نتحدث عنه تحديد المحل البحث المذاهب في السنة خمسة مذاهب إما الأربعة والظاهرية فهذه لا تقارب بينها ولا نقول التقارب بين هذه المذاهب لأنه أمر غير مطلوب ولا هو كذلك يفيد بالعكس وجود المذاهب المختلفة إثراء وعلى صحي إثراء للفكر الديني عموما لكن إذا قامت بين أبناء وأتباع هذه المذاهب والطوائف مشكلات هنا نحتاج إلى تقريب والواقع الذي حدث مثلا عندما قبل غزو العراق واحتلال العراق مثلا أنه كانت الدعاية الغربية تدق على المسألة الطائفية وتحاول أن تبين أن هناك مشكلة طائفية رغم أن الشيعة والسنة عاشوا في العراق أكثر من ألف سنة لم يكن بينهم شيء من توتر السقاق ولا خلاف كان في بعض يعني يتقون بعض النزاعات لكنها النزاعات محدودة المشكلة هي عندما تكون الاختلافات هذه غير واضحة للناس ويدق عليها بأسلوب يريد إثارتها ويريد إثارة الكراهية هنا المشكلة الكبيرة وهنا تكمن ضرورة التقريب بين المذاهب هنا تكمن ضرورة التقريب بين أتباع المذاهب لذلك حتى عندما نقول أن هناك الحوار الإسلامي المسيحي الحوار لا يكون بين دينين أبداً وإنما بين أتباع ديانة المسيحية وأتباع ديانة الإسلامية أما نحن في متقاربون لأننا نؤمن بعقيدة واحدة ونصلي صلاة واحدة إلى قبلة واحدة يأم أحدنا الآخر فهذه ليست فيها مشكلة أليات عمل الجهات القائمة على التقريب بين المذاهب أو لديك تعليقها يعني هذه مرؤية أن يقال بأن الحديث عندما نقول حوار الأديان حوار الثقافات تقريب بين المذاهب وفي الواقع تقريب بين أهل المذاهب أهل الأديان هذه رؤية لكن باعتبار أنه تعابير قرآنية وسأل القرية يعني وسأل أهل القرية وأيضاً عندما نقول المذاهب كل المذاهب هي ترجع على دين واحد المجتمع عندما يرى ينظر إلى المذاهب ينظر إليها دوائر مختلفة هذه الدوائر عندما تكتشف المساحات المشتركة فيها عندما نكتشف وكما قالوا العلماء وكما بحثوا وكشفوا بأن أكثر من 90% في المجالات المختلفة لأننا لدينا في المجمع العالمي بالتقريب دراسات حول الأحكام المشتركة الرواة المشتركون الأحاديث المشتركة المشتركة أخر مما يعتقد كثير من الناس من 90% طيب لماذا هذه الرؤية عند العامة عند الناس الضغطية ولا يعلم نصل إلى هذا الشيء لكن عندما تكشف هذه المساحات المشتركة وتجمع هذه الدوائر يعني في الواقع قربت بينها وإلا هي في الواقع من أول مقربة لكن التعبير الاعتباري هو الذي يتحدث عن التقريب بالنسبة إلى آليات الجهود نحن بالنسبة إلى هذه الحركة لا بد أن تكون حركة واسعة وشاملة حركة تقريب لا نكتفي بمؤتمرات لا نكتفي بطباعة كتب لا نكتفي بالاستفادة من المساجد ولا نكتفي الآن هذه الحلقة التي نحن هنا هي في الواقع حركة إعلامية تقريبية وكثير من الفضائيات تتحرك في هذا المجال كما أن هناك فضائيات أخرى تتحرك في تمزيق الأمة في تمزيق الأمة والتفريق بينها فالبعض يظن بأن الآلية الوحيدة التي يتحرك فيها للتقريب هي المؤتمرات وجمع النخب أصلا ليس كذلك من جملة الآليات هي المؤتمرات التي تجمع النخب والمشكلة كما ذكر الأستاذ ليس فيما بين الناس المشكلة عندما لا يعرف المسلم الرأي ونظرية المسلم الآخر من المذهب الآخر ويأتي شخص باسم عالم دين أو باسم مفكر إسلامي أو باسم زعيم سياسي يستغل هذا الجهل في المجتمع ويبدأ بتمزيق المجتمع لكي يصل إلى مآربه وليس لخدمة الأمة الإسلامية هذه المشكلة هنا يستغل هذا الجهل ويفتي بفتوى بعيدة كل البعد عن روح الإسلام سنتكلم في محور خاص عن ربما تدخل الدولة في تسييس قضية التقارب بين كما يقول أستاذ عادل صلاحي أتباع المذاهب ما الأسس برأيك أستاذ عادل التي يجب أن تقوم عليها كل جهود التقريب بين أتباع المذاهب ما هي الأسس ما هي على أي قاعدة يجب أن تبنى هو كما ذكر الأستاذ الكريم يعني نحن في أصول ديننا وفي تفصيلاته كذلك ليس بيننا خلاف كبير خلافنا في أمور محدودة جدا أو قليلة جدا لكن المشكلة هي أننا نجهل ما عليه الآخر فهنا المشكلة الأساسية فيها لذلك لا بد أن تكون الصورة واضحة تماما لكل الناس المفروض كذلك أننا نحن مثلا في أهل السنة يجب أن نبين لأهلنا أن إخواننا الشيعة على دين صحيح وعقيدة صحيحة وليس بيننا وبينهم خلاف في أصل العقيدة خلافنا في أمور محدودة كذلك عليهم أن يبينوا أن ما عليه أهل السنة هو إسلام صحيح وليس هو دين آخر مختلف جدا لكن هذه المشرقة التي تتكلم عنها صد عادل هل هي موجودة بالفعل؟ لا للأسف الشديد ليست موجودة بالعكس الجهل كثير لكن هذا الجهل هو جزء من جهل أمتنا بدينها كله يعني نعاني اليوم من جهل الناس بحقيقة الإسلام هذا أمر مهم جدا وهذا أمر لا يقتصر على بلد واحد ولا فئة واحدة يعني المشكلة هي في أن التعليم الديني عندنا عموما تعليم ضعيف جدا في معظم بلادنا تقصد من حيث التثقيف في مباهب الآخر لا لا من حيث الدين جرعة دينية فيها نعم نعم يعني كم من المسلمين الذي يتخرج مثلا يصل إلى المرحلة الجامعية ولا يعرف أن يقرأ صفحة من القرآن قراءة سليمة هذه فضلت عن يعرف معانيها يعني قراءتها قراءة سليمة أصبحت عزيزة المنال بالعكس حتى اللغة العربية لا يكاد يعني يستطيع أن يعال ما أنك أتيت على هذا النقطة يعني أنا من خلال مثلا أدخل مكتبات كثيرة في عدد من الدول الأقطار العربية نلاحظ فقرا متقعا إلى حد ما إنجز التعبير في الكتب مثلا في مكتبة سنية لا تجد فيها إلا القليل من المراجع الشعية في المكتبة الشعية لا تجد إلا فيها إلا القليل جدا من المراجع السنية هذه المسؤولية التي يجب على كل الناس أن يثقفوها أن يعلموها للناس أين مسؤولية العلماء؟ يعني أنتم أين مسؤوليتكم في ذلك؟ يعني تفضل أستاذ هناك أمية دينية في مجتمعنا الإسلامي فالإنسان من أي مذهب كان هو لا يعرف بمذهبه فكيف يعرف بالمذهب الآخر؟ لا يعرف ما هي واجبات مذهب لا يعرف ما هي مسؤولياته في يد يعني الإسلام لا يطالب الإنسان المسلم بأن يدخل في تفاصيل القضايا الدينية ويصبح متخصصا في الفروع الفقية والأحكام والعقائد والفلسفة الإسلامية لا لا يطلب هذا لكن لا بد أن تكون له إجماليات من قضايا الفروع من قضايا الأصول ويعرف بالإسلام أبسط الأشياء كثير من مجتمعنا العربي لا يستطيع أن يقرأ اللغة العربية بصحة وكثير من زعمائنا مع الأسف عندما يقف يخطط يقسم ظهر سيبويه يعني تقصد بأن أحد أهم أبراز الخلاف والفتن حتى هو جهل الثقافة بل الأمية الدينية في المذهب المختلفة طيب عندما لا أعرف شيء عن مذهبي كيف يمكنني أن أفهم عن المذهب الآخر؟ لأنك حتى تسأل واحد سني يقول لك هذا أو لا الشيعة والله يقول لك شيعة لماذا؟ تعرف عنه شيء يقول لك لا أعرف إلا كيف هم حتى يصلوا مضبوط طيب طيب في نقطة هنا عن أبرز عوامل تفجير الفتنة الطائفية يعني كثرة الحديث في مصر هناك فتنة مثلا طائفية حتى لو كانت بين المسلمين والمسيحيين في الكويت في البحرين ما هي أهم العوامل التي يجب على التقريب ومجمعات التقريب المذهب أن تتبنىها وتحذر منها؟ لماذا هي؟ الأمر الذي يجب أن ننتبه إليه أنه هناك قوى لا تريد للإسلام أن يظهر ولا تريد له أن يعود ويقوم لأنها تعرف أن هذا خطر على مصالحها ولذلك فهي تحارب أي تصحوة إسلامية أيا كان شكلها وأيا كان من يقوم بها هم حاربوا الثورة الإسلامية في إيران لأنها ثورة إسلامية وهم حاربوا كذلك كل صحوة إسلامية على نطاق شعب أوايا في كل مكان فهذه المصالح ستسعى إلى استغلال التفرقة بين المسلمين لأن هذا من أهم أسلحتها في عدم الصحوة أن نبقى جاهلين بديننا وأن نبقى في جهل وأمية هذا مطلب لها لذلك أي تقريب يبدأ أساسا من التعليم ويبدأ أساسا من التعليم من؟ أئمة المساجد، خطباء المساجد لازم يعرفون أن وحدة المسلمين جميعا هي المطلب الأساسي وهي القوة الأساسية التي يمكن أن نقاوم بها ما يراد لنا من أن نبقى أذلاء من أن نبقى متخلفي فإذا أصبح المسجد منارة لتعليم هذا وليتبيان هذه الوحدة يمكن أن نصدر من هنا في جهود للتقريب وللتفاهم بين المسلمين بجميع طوائفهم ومختلف في مذاهبهم طيب، لو كوننا أتينا على قضية الفتنة الفتنة الطائفية اليوم، ما هي أهدافها؟ من هم مثيروها؟ ما هي أهدافهم؟ لماذا؟ ذكر أستاذ عدد صلاحي، هناك أعداء الأمة الإسلامية على اختلاف دغاتهم وأقطارهم ومذاهبهم ومشاربهم يريدون شرًا بها، لكن هناك أدوات حتى إسلامية تريد أن تفعل هذه الفتنة من يحركها برأيها؟ الفتنة في الواقع، هناك تعاون بين الجهل الداخلي في المجتمع الإسلامي وبين مخططات الاستكبار العالمي كما أشار الأستاذ، في الواقع لا يراد لهذه الأمة أن تكون أمة واحدة إذا كانت هذه الأمة واحدة ومتفقة، ولها منظومات اقتصادية، أمنية، عسكرية لها مشاريع ثقافية تتحرك في جانب التكنولوجيا تصل إلى قدرة إذا تستعيد القوة التي كانت عليها الدولة الإسلامية التي سادت العالم أكثر من سبع قرون وعدوا لهم ما استطعتهم من قوة ومن رباط الخيل هذه القوة في جميع المجالات، في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي، في الجانب الأمني، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الثقافي في كل المجل، كيف يمكن أن تتحقق؟ إذا كانت لديك أمة ممزقة، أمة مشتتة دولة إسلامية تتحارب مع دولة إسلامية أبناء مذهب يتهمون أبناء مذهبون هذا الشيعي يقول بأن السنة نواصب وهم أعداء أهل البيت ذاك السنة يقول أن الشيعة روافض وبعيدين ومشركون يسجدون على الحجر وأنثار يجعلونها والعلماء يعرفون بأن كل هذا من الكذب هل تجد إنسانا مسلما على وجه الأرض لا يحب أهل البيت؟ هل تجد إنسان يعتقد بوحدانية الله ويعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويعتقد بالكعبة ويجد على حجر؟ هذه قضايا يستغلها الاستكبار الفكري إلى أين يريدون أن نصرنا؟ يريدون أن نكون ضعفاء لكي ينهب ثرواتنا الفكرية، ثرواتنا الإنسانية، ثرواتنا الطبيعية لكي نبقى أذلاء وتبع مئة بالمئة ومع الأسف الظروف تساعدهم عندما لا تكون هناك حكومات تحترم آراء شعوبها لاحظ أن من الأسف والمؤسف أن نلاحظ أهم قضية في العالم الإسلامي لا يبدل لها أبسط جهد وهي القضية الفلسطينية طيب نحن أستاذ عدل كيف نتعامل مع هؤلاء؟ يعني كيف نتعامل مع من تقصد من هؤلاء؟ متيروا الفتن، متيروا هذه الأشياء التي تتكلم عنها؟ يا أخي هذه مسألة أمر صعب جدا أن تحدد كيف نتعامل مع هؤلاء لأنك تسأل أولا من الذي وراء هؤلاء؟ يعني هذه الفتنة الحديثة القريبة صاحبها شخص نبتة تافهة لكن يجد من يشجعه، يجد من يخرجه من السجن ويأتي به إلى لندن ويجد من يقيم له قناة فضائية ويجد يعني كذلك من يستقبل هذه القناة الفضائية ويبثها على أقمار عربية يعني هذا كله أمر أمور تدل على شيء أنه في مقابل هذه القوى ليست جهود فرد ليست جهود فرد ولا جهود مجموعة صغيرة من الناس هذه جهود وراءها من يسيرها ونحن نعرف أصلا من أعداؤنا يعني عدونا الأول إسرائيل ومن يقفون وراء إسرائيل هذا العدو الحقيقي لكن للأسف الشديد يراد بنا أن نلهى عن هذا العدو لنلتفت إلى أشياء داخل بيتنا هذا أمر صعب أن تتعامل مع هذه النبتات الصغيرة يجب أن تنظر إلى ما وراءها لأنه لا يمكن أن توقف هذه الأشياء الذي يمكن هو أن يكون عندك برنامج لمقاومة هذا عن طريق التقريب مثلا؟ عن طريق التقريب لكن التقريب يجب أن تكون له أذرع مختلفة طيب كيف ممكن أن تساهم مؤتمرات التقريب في حل خلينا نسمي سوء الفهم بين أتباع المذهبين مثلا السني والشيعي العوام أنا أقصد هناك حالة من سوء الفهم كيف يمكن أن نمحي هذا الشيء تدرجيا عن طريق التقريب بين المذهب؟ بصراحة أستاذ عادل هناك كثير من مؤتمرات تقريب تصف بأنها مؤتمرات فقط مجاملات ولا تدخل في عمق وأس المشكلة إذا كنا نريد أن تقول بصراحة نريد أن نقول بصراحة كذلك نتحدث بصراحة هذه الفتنة مثلا يتحدث فيها صاحبها عن أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة ويتكلم عنهما كلاما يعني يجعل القلب يغلي المرشد الثورة الإيرانية أصدر قرارا أو فتوى بتحريم هذا الأمر لكن يراد أن ما هو أكثر من ذلك؟ يراد مثلا أن علماء الشيعة يقولون من عائشة هم المؤمنين بالنسبة لهم يقولون إنها طالما نحن مؤمنون فهي أمنا وإلا من ينكر أن عائشة أمه أخذ نفسه خارج دائرة المؤمنين إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صريح الآية القرآنية فمن ينكر أن عائشة أمه أخرج نفسه من دائرة الإيمان فلذلك علماء الشيعة يجب أن يقولوا إن من يتحدث عن عائشة هذا أمر يوقعه في حرج كبير أمام الله سبحانه وتعالى وأمام النبي الذي كان الذي عندما سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة هذه الدقائق لماذا تفتقل إليها مؤتمرات تقريب بين المذهب؟ أنا أعتقد بأن هذه الأمور كلها تبحث في هذه المؤتمرات لكن تارتا لا يراد لأن تنتقل هذه البحوث التي تحصل المؤتمرات عندما يحضر فيها النخب الفكرية في الواقع هؤلاء سواء كانوا نخب مؤثرون كانوا مؤثرين إيجابيا أم سلبيا فيجتمعون الساحة كيف تتحرك؟ عندما يتحرك عالم فيها عندما يتحرك نخبه عندما تكتب مقالة تثير نحن نلاحظ بالنسبة إلى هذه الفتنة الأخيرة ترى حركة تيري جونز مع حركة هذا العنصر في لندن مع حركة تأتي متزامنة وكأنها مدروسة وليست تعتباطي هذه القضية يعني لا يمكن أن نكتفي بفتوى واحدة نحتاج إلى مؤتمرات إلى تبين أنا أقول لكم أنت لاحظ كتب مراجع الشيعة بأكملها لم تجد كلمة واحدة فيها إهانة أو إساءة إلى أم المؤمنين عائشة هؤلاء عناصر بعيدون كل البعض عن المذب هؤلاء عناصر مرتزقة مسيرون من قبل أجهزة مخابراتية عالمية وليست عمل فردي أو عمل حزبي هؤلاء يتحركون بأيدي خفية لا تريد للأمة الإسلامية أن تتفق نحن لا بد أن نكتفي بقية هذه الفتوى أو تلك الفتوى أو آراء لا لا بد أن يجلس العلماء في مؤتمرات متعددة ويناقشوا هذه الأمور لكي يقلعوا هذه الفكرة الخبيثة التي توجد في أذهان كثير من العامة وفي أذهان بعض الذين يدعونا أنهم من النخب الفكرية طيب مؤتمرات التقريب هل من أهدافها هو الحوار مع المذاهب الأخرى أو إزالة الفوارق بشكل نهائي أو ماذا يعني؟ أصل التقريب هو كشف المساحات المشتركة فيما بين المذاهب المختلف التقريب ليس تذويبا بأن تذوب مذهبا في مذهب آخر وليس تغليبا بأن تغلب مذهبا على مذهب آخر وليس دمجا بأن وليس تلفيقا التقريب هو كشف المساحات المشتركة ثم عندما نصل في قضايا مختلفة فيها إما مختلفين فيها تاريخيا إما مختلفين فيها فقهيا إما مختلفين فيها من حيث الأحكام طيب أنا هذا رأيي وفقا للمصادر التي عندي وفقا للمباني التي تختلف والمباني الفقهية أو المباني هناك البعض يقولون بأن هذه المؤتمرات التقريب بين كل مذاهب عبارة يعني عن كما وصفوها خدعة مذهبية لتشبيد ذاتها هذا أنا أعتقد من جملة من جملة هذه المؤامرات هي التضعيف هذه المؤتمر وإلا هناك مؤتمرات متعددة يضعون للفرس مؤتمرا وللكلاب مؤتمرا وللسائر الحيوانات لا تنتقد لكن عندما نصل إلى هذه القضية التي تبحث عن أهم قضية يقول المرحوم كاشف الغطاء يقول أنا تعجب من البعض كيف يدخل في مسائل فرعية شكيات الصلاة وشكيات الصوم وينسى أهم مسألة وهي وحدة الأمة الإسلامية طيب هل هناك سأل عادل لو صح التسمية احتكار الحق والحقيقة لدى كل مذهب بالنظر إلى المذهب الآخر هل هذا موجود في مؤتمرات تقريب بين المذهب والحوار معهم؟ يعني أنا الحق معي وأنت على باطل أو على غير الحق هو هذه من طبيعة الاعتقادات يعني أن الإنسان إذا اعتقد بشيء فلا بد أن يعتقد أنه هو الصحيح وأنه هو الحق يعني لا يتلوم المسيحي أن يقول لك أن دينه هو الحق وإلا ما كان عليه يعني كان لجب يتركه لو اعتقد أنه ليس بديني حق لا تكلم عن المسيح هنا أنا عارف أنا عارف لديه هذا كذلك حتى ابناء المذهب لو لم يعتقد أنه حق لم يلتزم به كمذهب يعتقد أنه حق لكن لابد أن يحترم الغير في رأيه إذا اختلف معه لكن إذا اعتقد الحق هل يصل به درجة إلى مغالبة الخصم أن يكون هذا هدفه لا لا هذا هنا أن لا يتهم الآخر بأنك باطل وخارج عن الدين أنا أعتقد بأن هذا حق وليس أن الطرف الآخر هو خارج عن الدين علماؤنا قالوا هذا ما عليه أصحابنا هو صواب يحتمل الخطأ وما عليه غيرنا خطأ يحتمل الصواب هذا يعني مسألة أعطونا يعني كل ما نريد من حرية التفكير نعم وهذا أمر يعني مطلوب والإسلام يشجع عليه لكن المشكلة هي إذا كنا وصلنا إلى مرحلة أنه والله الحنفي يريد أن يجعل كل أهل السنة أحناف يا أخي ما يصح الشيعي يريد أن يجعل كل المسلمين شيعة ما يصح هذا نعم ويعني إذا الله سبحانه وتعالى جعل الاختلاف أساس في الحياة البشرية فلا يمكن أن نحمل الناس على أن يكونوا جميعا على شاكلة واحدة وإلا يعني نخالف ما أراد الله سبحانه وتعالى نخالف سنة الله في الحياة طيب مؤتمرات التقريب لكن لماذا نحن عندما ترى نبض الشارع وترى الأثر الذي تحدثه مؤتمرات التقريب يعني الاقتصادية إلى حد ما أو حتى يعني كل سنة مرة أو مرتان وهي لا تكفي قطع يعني لماذا نلاحظ أن هناك كما قالوا دورا سياسيا لهذه المؤتمرات لكن ودور الدول فيها نريد أن نستمع فيها مع أستاذ عادل صلاحي لكن بعد فاصل قصير اسمح لي أستاذ عادل مشاهدين يا كرام فاصل قصير لنكمل حلقة هذا الأسبوع من قضايا وأراء والذي نتناول فيها جهود التقريب بين المذاهب الإسلامية في الميزان ونعود إن شاء الله من جديد مرحبا بكم في قضايا واراء لهذا الأسبوع والذي نناقش فيه التقريب بين المذاهب الإسلامية في الميزان وارحب من جديد بدكتور محمد مهدي تسخيري مستشار الأمير العام العالمي لمجمع تقريب بين المذاهب الإسلامية والأستاذ عادل صلاحي الصحفي في عرب النيوز مرحب بكم سيد عادل دكتور تسخيري لو أنا أسألكم عن دور الدول العربية والإسلامية في إما تقديم الدعم لمؤتمرات التقريب أو إعاقته كيف تترى يا أخي اليوم عندما نلاحظ في الدول الإسلامية كل هذه الدول تقيم مؤتمرات تقريب بلا استثناء حتى منظمة المؤتمر الإسلامي أقرت مشروع التقريب حتى منظمة المؤتمرات واليوم قل ما نجد دولة إسلامية لا يقام فيها مؤتمر ويقال أن بعض الدول تشترك أو بعض الدول هذا غير صحيح نحن عندما نقيم مؤتمر في إيران يأتون العلماء من السعودية من مصر من العراق من الأردن من أوروبا لأن هناك عندما أسس المؤسسة ببداية التسعينيات على ما في 1990 صار ينظر بكونها أنها رجح الرعي إيران فصارت تتحسس لأنها أبعاد سياسية هناك مؤتمرات هناك رابطات هناك اتحادات إسلامية بالسعودية في مصر في قطر عندما يقيم المؤتمرات نحن أيضا نذهب ونشترك هناك فهذا تبادل تقافي وعلمي بين البلدان الإسلامية وبين العلماء ليس كما يشاع وليس كما يقال بأن هناك مقاطعة مأب المأل لا هذا كلام غير صحيح وغير دقيق نعم أنه من المستفاد من هذه المؤتمرات الأمة الإسلامية بكاملة هي المستفاد من المستفيد من معارضة هذه المؤتمرات فلنعلم بأن هناك أياد خفية وهناك مخططات تسعى لضرب هذه المؤتمرات وتقزيمها وتحجيمها وتبين دورها أو أبعادها عن الإعلام والواقع هو ليس كذلك نحن نشاهد بأن أنا أقول لك بعض القضايا هناك بعض العلماء في إيران كنا سابقا عندما نتحدث عنهم عن مشاريع التقريب كانوا لا يتقبلهم واليوم بعد ثلاثة عقود نرامهم من الذين يتحركون بقوة لدعم هذه المسيرة لما يلحظونه ولما يشاهدونه من تقوية المجتمع الإسلامي البعض أستاذ عادل لماذا ينظر بحساسية مبالغة فيها إن صاح التعبير عن طريق مثلا رعاية دولمة لمؤسسات التقريب بين المذاهل لماذا هذه النظرة برأيكم يعني هذه خلفية طويلة في كثير من شعوبنا لا تتق بحكوماتها وهذا أمر متوارس من زمن طويل فإذا جاء من الحكومة فمعناها أنه لا يريد أن يشكوكم به فإذا كانت هناك اختلافات بين الحكومات وكانت حكومة منها هي التي ترعى فإذن أصبحنا نقف في الاتجاه الآخر يعني السياسة غالبا ما تحكمنا في هذه الأمور أما على الصعيد الشعبي فما أظن أن هناك هذه الحساسيات يعني تعتقد بأن مثلا المؤتمرات التقريبية للمذاهب يعني يجب أن ترفع عنها مثلا الرعاية الرسمية من أجل أن تكون أكثر إقناعا للناس وللعامة أنا بالعكس أرى يعني ما هو بالعكس أنا أرى أن التقريب يجب أن ينطلق من مؤتمرات إلى برامج تتعامل مع الشعوب عموما وأن يكون لها حضور على المستوى الشعبي أما لأن المؤتمرات تظل مؤتمرات للنخبة كما يقول متفضل الشيخ فالمؤتمر عادة بيتناول أوراق عمل أبحاث بيصدر عنده توصيات كيف نترجم هذه التوصيات إلى عمل مستمر هذا هو المطلوب وهذا أمر يجب أن الحكومات ترعاه كلهم في دائرتها كلهم في مجال حتى لا يكون هناك مجال لمثيري الفتنة يعني عندما يتفضل الشيخ مهدي عن أنه في جهات تدعم وأنه التزامن بين هذه الفتنة ومسألة تيري جونز هذا القصيس لكن كذلك في أمر آخر في إعطاء في نفس الأسبوع تقريبا إعطاء الرسام الدنماركي جائزة ميركل وساما في ألمانيا وتحضر أنجيلا ميركل لماذا تحشر نفسها في هذا؟ مع أن عفوا الرد الفعل الشعبية كانت على ما قام به هذا الشخص أو ما قام به الأمريكي كانت أكثر بكثير من إساءة أكبر التي هي تكريم ميركل صاحب الرسوم المسيئة لماذا تهم الجهود التقريبين للمذاهب دكتور تسخيري القضية التي هي بالأساس سياسية وتركز على القضايا الدينية المختلفة التي هي بالأساس هي حل مشاكل سياسية كما يقولون كثيرون يعني حسب عملي أنا وكمتابع لهذه المؤتمرات لم نجد بيانا ختاميا لمؤتمر تقريبي لا يتطرق إلى الأمور السياسية ولم نجد مؤتمرا أقيمة للتقريب بينما يجهل الجانب السياسي يعني أهم قضية سياسية في الساحة الإسلامية هي القضية الفلسطينية لم نجد مؤتمرا تقريبيا لا يتطرق إلى القضية الفلسطينية نحن في إيران في مؤتمر الوحدة السنوي لنا يوم خاص للقضية الفلسطينية ما شاء الله أنت يعني إيراني وتكلم اللغة العربية أحسن من العرب لا لست أنا تلميذ لأساتذي العرب فهذا الجانب أطمئن عندما يقول لا تتطرق المؤتمرات التقريبية للجانب الاقتصادي للجانب الاجتماعي وخاصة بالجانب السياسي أنا أعتقد لو حلت هذه القضية وهي أهم قضية سياسية في المجتمع الإسلامي القضية الفلسطينية لارتفعت كثير من الحساسيات الموجودة بين الدول الإسلام وشاهدنا فلهذا فلسطين بإمكانها أن تكون وهي كذلك رمز الوحدة الإسلامية في عالم المعاصر أستاذ عادل بعض جهود التقريب بين المذاهب كما قلتم أنتم بين أتباع المذاهب سواء كان السنة والشيعة وهذا تعبير موفق لكم لماذا تقتصر على النخب الفكرية العلماء ولا تتحول إلى أليات عمل بين العامة وبين الناس هي يعني الحقيقة هذا مسألة يعني بتطلب وجود البرامج من جهة وجود الدعم الذي ينفذ هذه البرامج إذا لم يتوفر هذا كيف يمكن أن تنطلق المسائل يعني نحن مثلا نحتاج إلى برامج توعية على نطاق شعبي عام فهذا مثلا يحتاج إلى دورات لأئمة المساجد وخطبائها إلى دورات للمدرسين في المدارس كل هذه تحتاج إلى ميزانيات أي حكومة تضع هذا في برامجها يعني وأي حكومة تضع تحسب هذا من الأولويات هذه المشكلة مشكلة دراسة الأولويات وتحديدها بالنسبة لنا عموما غالبا ما تكون غائبة نعم وهذا في طبيعة الممارسات الحكم في كثيرا من البلدان الإسلامية لأنها ممارسات ديكتاتورية فالحكومات الدكتاتورية عادة تهتم بجوانب معينة هي المحافظة على نظامها أكثر من ما هي الأمور التي تصل بالأمة إلى غاياتها طيب الفتنة هي دائما دكتور تسخيري لا تكون بين العلماء هي دائما الذي يدفعها وتكون هي بين العامة أليت التطبيق بين الناس لماذا تفتقر كما يقول المنتقدين أو المنتقدون لمنظمات التقريب بين المذاهب بأنها فقط بين النخب فكرية علماء أفذاذ وليست بين الشعوب كي نخدم هذه النخب أشير بسرعة حتى لا يتكرر هذا الأمر لماذا المؤتمرات بين النخب المؤتمر من يجمع غير النخب النخب هم الذين يجتمعون ويقدمون مقترحات كما أشار الأستاذ يقدمون المقترحات فمنها على العامة تطبق ومنها على الدول في كافة المجالات وزارة التربية تعالين تقوم ببرنامج وزارة الإعلان تقوم ببرنامج والقضاء كل واحد يقوم بدوره في مجال تقوية تقافة التقليف المجلع طيب لماذا هذا عفوا فالاجتماع لا بد أن يكون بين النخب أسمح لي على هذه كلمة دكتور تسخيري لا تجدوا هذا تجد بأن الحالة الطائفية والحساسية من الآخر هي حساسية هشة يعني مجرد أن تتكلم عن تقليف أي مشكلة يفرط أصلا الأعلام المعادي للأمة الإسلامية أنا أعتقد هو الذي يضخم هذا وإلا بين أبناء الأمة الإسلامية لا توجد خلافات الخلافات ليس بين أبناء الشيعة وأبناء السنة الخلافات هي خلافات أصحاب السلطة السياسية والاستكبار العالمي الذي يسعى لكي يستغل الجهة وإلا لو تركت الأمة ولو لم يدخلوا في وسطها ما يسمون بالنخبة أو أنصاف العلماء أو ما لكي يحركوا الجو فالأمة تعيش في حال ذكر الأستاذ فأن الشعب العراقي كان يعيش قرون لم يتقل كل المؤتمرات تبع تقريبا المذهب قالوا بأنها أثبتت فشلها لأنها لم تقرب بين عامة الناس بين الطائفتين والمذهبين اليوم الأمة الإسلامية مقربة أكثر من قبل عقدين وثلاثة عقود ألم تشاهد هذه الصحوة الإسلامية ألم تتقرب الإسلام قبل ثلاثة أو أربعة عقود المسلم كان ليس له اعتبار لا يسمع صوته ولا يذكر اسمه في الإذاعات مع الأسف نحن نأسف عندما نرى أن بعض دولنا تعرف نخبه الفكرية بأنهم إرهابين والغرب يدافع عن أبنائه وعن شخصياته بل الصهايين يدافعون عن أشلاء جنودهم تعتقد دكتور سيد عادل بأن المؤتمرات تقريبا المذاهب أقرب منها للفشل من النجاح كما يقول المنتقدون نسمحوا لي على هذه النظرة لكن أتكلم بالنساء المنتقد أنا لا أتصور أنك تقول مؤتمر فاشل مؤتمر الفاشل ماذا يعني المؤتمر طبيعته طبيعة طبيعة دراسة وبحث وكذا أقصد المؤتمر أن العلاقة لا تزال هشة بين أتباع المذاهب بين بعضهم طبعا كما قلنا أن هذه المؤتمرات تضع سياسة أو توصي بخطوات معينة لكن التنفيذ فيها ليس في يد من يحضر هذه المؤتمرات أو من ينظمها هذا التنفيذ يجب أن يقوم به أجهزة حكومية صح وأجهزة شعبية كذلك هذه الأجهزة الشعبية يجب أن تجد الدعم من الحكومات كذلك فإذا لم يتوافر هذا ما معناها أن المؤتمرات فشلت معناها أن ما اقترح لم يطبق المؤتمر وصل إلى نتيجة ناجحة لكن الخطوات التالية بعدها لم تنفذ لكن أنا كمشاهد وكمواطن عربي أشعر هناك في تناقض عسير أرى من هناك من يدعون إلى هذه المؤتمرات وتتكلموا بجانبها المشرق الطيب مثلك سيد عادل مثل الدكتور تسخيري لكن هناك على الطرف الآخر يقول لا نحن لسنا بحاجة لهذا التقارب ولسنا أبدا لأننا جذع واحد والعبارة للمذاهب الإسلامية سواء كان سني ولا شيعي ولا صوفي ولا إلى ما هناك كلها أغصان لهذا الجذع الواحد نحن لسنا بحاجة إلى هذا كيف أفك لغز هذا التناقض العسير من أصدق هو نحتاج إلى التقريب لأنه يراد لنا الفرقة هذا يعني نحن كما بدأنا في الكلام في البداية أن هناك أعداء لهذه الأمة لا يريدون لها أن تقوم وأن تستعيد مكانتها ويعرفون أن وحدتنا هي السبيل لهذه الاستعادة وأن التعليم فيها ومعرفتنا بديننا هو السبيل لذلك فلذلك هم يريدون ويحرصون على أن نبقى في جهل وأن نبقى متفرقين فسواء كنا أغصان في شجرة واحدة لجذع واحد يراد بنا تفتيت هذه الأغصان يراد لنا أن تتفتت هذه الأغصان وإذا كنا نقول أننا شجرتين جنب بعض ولا كذا من تربة واحدة كذلك المسألة لكن الذي نقصده هنا أنه ما نحتاجه هو أن نحتاج أن نفهم أن يفهم كل مننا الآخر وأن يعرف كل مننا الآخر حتى لا يقال لنا أن هذا عدو لك طيب بين من يناصر التقريب وبين من يناقضه كيف نتعامل معه دكتور تسخين؟ يعني شو؟ عندما نلاحظ إلى قضية بمعادلة بسيطة هل الفرقة مقبولة لدى المجتمع؟ أن نبقى قطعا لا ماذا يعني؟ يعني لا بد أن نتوحد لا بد أن نقترب إلى بعضها عندما تتحرك في شارع المظلم ألا تحتاج إلى أضوية متعددة لكي تنير لك الطريق؟ عندما تكتشف هناك مساحة واسعة بين الأحكام المذاهب المختلفة هناك مساحة واسعة بين الرواد هناك مساحة واسعة بين مشتركة في التاريخ هذه كلها أضوية على الطريق تجعلك تنير الطريق هذا القول بأن التقريب طيب لو فرضنا أن لا توجد مؤتمرات تقريب ألم يكن الوضع أسوأ مما نحن عليه؟ لكن عفوا كل القائمين على التقريب كما يقولون هم من المعتدلين يقول لك هذا والله الشيخ التسخيري شيخ علي ولا أنت من المعتدلية الشيعة هذا من المعتدلية السنة هذه الوصف متواجد لذلك يقولون أن هناك يعني المعتدل أي معتدل تتحدث عن معتدل سياسي أو تتحدث عن معتدل فكري وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا الرسولة أصلا الوسطية هي الروح قوام الفكر الإنساني والإسلام سيد عدل لديك تعقيم حولها نعم أنا بس أؤكد أنه تقول لي هذا المعتدلين هل الغلاه هم الذين يحددون المسار لا لا قطعا ليس الغلاه لكن يقولون بأنك فلان والله يقول لك هذا من معتدلية الشيعة هذا يعني بأن هناك كم هائل كبير من متطرفي الشيعة أو متطرفي السنة هذا الخصد أنظر هناك مسألة مهمة جدا عدونا الأول هو إسرائيل قولا واحدا عدو للأمة الإسلامية لكن يوجد بيننا من يقول أنه إسرائيل هي التي تحمينا من توفر الردع من إيران وأنه إيران هي عدو لنا يعني هذا موجد هذا حاصر هذا حاصر هؤلاء غلاه غلاه في إيش في الجهل غلاه في التبعية للاستكبار العالمي لأعداء الأمة هم يغالون في اتباعه أولئك المشكلة الأساسية أن الذين يريدون الفرقة هم أعداء الأمة فإذا لم نعي هذا ونحاول أن نكون على معرفة به كل مننا يعرف ما عند الآخر نقع في فريسة لأعدائنا صحيح صحيح هل حدت ربما رعاية إيران لمؤسسة العالمية التقريبية للمذاهب من نشاطكم عبر العالم يعني بشكل آخر الدول العربية ربما يوجد فيها نشاط وكما قلت لي حتى المنقل العربية السعودية وغيرها تذهبون يعني لكن هل حدت من ذلك؟ المجمع العالم التقريب ليس مؤسسة حكومية هو مؤسسة أهلية لكن في إيران في إيران كما أن هناك مؤسسات أهلية في السعودية كما أن دار التقريب في مصر كما أن جمعيات تقريبية في الكويت في الأردن هو مؤسس تقريب انتهت تقريبا منذ خمسين عام الآن أسست من جديد بعد أربعين سنة لكن أقصد إذا لم ترد يعني يقولون بأن هناك لا يريدون لإيران هذه المؤسسة خلاص ينهوها لا أريد أن أعطيك الصورة الواضحة المجمع التقريب هو من علماء من كافة البلاد الإسلامية وليس فقط من إيران وهي مؤسسة أهلية مدعومة أهليا وليس مؤسسة حكومية بحيث أنه متى ما شاءت إرادة الدولة نعم في أي مؤسسة في أي بلد مهما كان حتى في البلاد الدمقراطية عندما تريد الدولة أن تقف أمامها تقف أمامها وتغلقها هذا في الشيء طبيعي لكن هل تمتد قوتها من الحكومة؟ أبدا وكلا هي مؤسسة أهلية من جملة الذين يدعمونها والمفروض على الحكومات أن تدعم هذه المؤسسات الأهلية وإلا لا تقوم لها قائمة لو لديها فقط أربع دقائق نحاول أن نجعل فيها ما أبرز الإنجازات التي أخذها وتمكن منها المجتمعون والقائمون على مؤتمرات التقريب بين المذاهب ما الذي حقق تموه على الأرض؟ قد يسأل وسائل باختصار باختصار هناك إنجازات عديدة أول إنجاز وأبسط إنجاز هو أن يجتمع هؤلاء العلماء الذين كانوا سابقا لا يجتمعوا ولن يجتمعوا مع بعضهم لتداول الأفكار وأصل الاجتماع يولد الألفة يولد التشاور البعد يولد الجافة هذا أمر ثاني شيء هناك كثير من الدراسات التي صدرت من مؤسسات تقريبية في كافة العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي سابقين كان لا يتحركها كانت الكتب المفرقة الممزقة بين الأمة الإسلامية تنتشر بمئات الآلاف واليوم خفت في هذا العالم اليوم نشأت بأنها خايفة جدا هناك كشف حقائق عن المذاهب المختلفة سابقا كانت قضية عداء أهل السنة لأهل البيت أمر واضح وبين لدى الشيعة وكون الشيعة هم روافض هذا كان أمر واضح لدى كثير من عامة اليوم اكتشف بأن هذا كذب وكان يفترى اليوم مثلا يقال بأن مراجع الشيعة وعلماء الشيعة وعلماء السنة نلاحظ أنه كيف الدكتور أحمد الطيب يبعث برقية شيخ الأزهد يؤيد قضية فتوى الإمام الخامني وأن مراجع اليوم مراجع الشيعة في قوم الكل يتحدث عن التقريب عن الوحدة سابقا ما كان يتحدث بهذه السؤولة طيب سيد عدل صلاحي في ظل خلافات السياسية القائمة التي للأسف صارت تأخذ منحة طائف سواء كان في العراق ولا في أي مكان كيف تتوقعون مستقبل التقريب بين أتباع المذاهب المستقبل هو طبعا يعني مرهون بالقدرة على الحركة والقدرة على الحركة والتعليم يعني إذا وجدت القوة السياسية التي تنشط في محاربة التقريب فسيضعف في الدائرة التي تسيطر عليها هذه القوة السياسية لكن الواقع الذي يقولنا هذه الأمة ترفض أصلا الشقاق لأنها تقرأ في كتاب الله تعالى واعتصم بحبل الله جميعا هذه الأمة بأدبية طبعا ترفض الشقاق لكن الواقع لا يقول ذلك الواقع أنه في من يغذي من يغذي الشقاق والفقاق رأي هذه الأمة غير محترم في بلادها نعم ورأي الأمة ما هو محترم في بلادها في بلادها نعم في بلادها نعم هذا واقع الأمر يعني إذا كان في البلاد الديمقراطية أحيانا رأي الأمة لا يحترم يعني الشعب البريطاني كان ضد غزو العراق كما رأينا يعني ومع ذلك ركبت الحكومة الديمقراطية رأسها وغزت العراق فهذه المسألة عندما يكون السياسيون متجهين اتجاها مخالفا لرأي الأمة فلا تستطيع الأمة السياسة عندما تلعب دور دكتور تسخيلي في اللعب على وطر الطائفية لتأخذ أكبر قدر من المكاسب السياسية والمناصب وغيرها أين دور مؤتمرات التقريب ألا يؤثر ذلك على يعني تقريبا لمذاهب يكون يعني هباء من ثورة جهده في المستقبل يعني لا يمكن أن نحكم بشكل مطلق على هذا الأمر كما ذكر الأستاذ هناك مساحات كلما فسحت المجال القوة السياسية الحكومات السياسية في بلادها كلما تسعى الوفاق بين أبناء الأمة الإسلامية ونحن نسعى ونحاول لكي نوجد وفاقا بين الحكومات الإسلامية أيضا يعني لا ندعو الشعوب فقط بل نقدم برنامج حتى للدول الإسلامية لكي تقترب الدول بعضها إلى بعض لنكون منظومة إسلامية موحدة من دول وشعوب وهذه أمنية قد يتصور الإنسان أن نعيش في عالم الخيال كثير من القضايا بدأناها بخيال وترجمناها إلى واقع تشارك باختصار هذه الرؤية المشرقة أستاذ عدل والله هذه الرؤية المشرقة هي ما نرجوه ومن يتحقق إن شاء الله والله سبحانه وتعالى يعني يوفق الجهود الطيبة هذه الله يخليك شكرا جزيلكم أستاذ عدل صلاحي الصحفي في عرب النيوز شكرا جزيلكم وشكرا موصول لضيطنا في لندن الدكتور محمد مهدي التسخيري مستشار الأمير العام للمجمع العالمي تقريب بين المذهب وسلمنا كثير على آيات الله محمد علي التسخيري سلمنا عليه كثيرا كما أشكركم أيها سيدات والسادة على حسن متابعتكم لكم تحية فريق عمل البرنامج طبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله